مسهل خير وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتكن اقتصاد أحمص حلقة اليوم مهمة وبتحمل مع تفاصيل رح تسمعوها لأول مرة وبشكل حصري على اقتصاد أحمص حلقة اليوم هي حلقة من العيار التقيل ورح تغطي وضع الشارع والمواطن المصري مو بس تحكي لكم عن أخبار ومشاريع تحسن الأوضاع الاقتصادية بدون ما يكون في شيء ملموس اليوم رح نحكي عن استقرار الاقتصاد المصري بالمفهوم الدولي ورح نسلط الضوء على حياة المواطن أكتر من تركيزنا على وضع الدولة المصرية ورح نحكي كيف على الرغم من استقرار الاقتصاد المصري وانتهاء الأزمة على الورق كيف الشارع المصري لسه عم بعاني من الأزمة وكأنه ببدايتها يا ترى ليش المواطن ما حس بفرق أو خلينا نقول الفرق كان طفيف بعد حصول البلد على مليارات الدولارات وشو رح تكون خطوات الحكومة لتزود إيراداتها من النقد الأجنبي وهل يا ترى رح ترجع تعتمد على القروض والحلول الخارجية وترجع تدخل بمتاهة نقص العملات الأجنبية وتستنى صفقة خليجية تجي تنقذها السؤال الأهم هو كيف رح تكون الأوضاع المعيشية بعد نهاية الأزمة كل هادو أكتر رح نتعرف عليه بفيديو اليوم لهيك جاهز كبايت الشاي تبعك وعطيني من وقتك 10 دقايق لحتى أحكي لك القصة من الأول ببداية 2024 أغلب التقارير الإعلامية اللي انتشرت عن مصر كانت عب تهدد من كارثة وإنه أزمة نقص العملات الأجنبية رح تتفاقم أكتر وسعر صرف الدولار حيزيد عن 100 جنيه للدولار الواحد ووكالات التصنيف الاقتماني كانت حطة نظرة مستقبلية سلبية أو مستقرة للاقتصاد المصري قبل ما تتحول بالأسبوع الأخيرة لنظرة إيجابية والأصوات اللي عب تحكي عن انهيار الاقتصاد المصري ما كانت جاية من برها بس عدد كبير من كبار التجار كانوا عم بيرهنوا على انهيار قيمة الجنيه وهدول التجار كانوا حجر الأساس لأزمة السوق السودا ورهاناتهم على انهيار الجنيه المصري كانت هي السبب الرئيسي بوصول الدولار بالسوق السودا لـ 70 جنيه طيب هلأ بعد ما نحلت الأزمة كيف رح تكون الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمواطن وحط تحت مواطن 100 خط لأنه انتعاش اقتصاد البلد مو بالضرورة معناه تحسن الأوضاع المعيشية الجواب المختصر لهذا السؤال أنه رح تكون أفضل من السنتين اللي فاتوا بس هذا ما بيعني أبدا أنه السياسات التشددية خلصت وهذا اللي أكده تصريح الرئيس السيسي الأخير واللي خاطب فيه الشعب المصري بأنه تطوير وتنمية الدولة بيحتاج صبر أبناءها وضرب مثل بجمهورية الصين واللي عانت من مجاعة استمرت أكتر من 11 سنة وراح بحيتها 50 مليون إنسان تقريبا ورغم هيك الشعب الصيني اتكاتف لتحويله لدولة عظمى طيب على أنه أساس عم نقول أنه الوضع رح يكون أحسن بهي السنة إذا رئيس الجمهورية عم يشبه الفترة اللي عبتمره في مصر بالمجاعة الصينية أولا تشبيه السيسي الهدف منه غالبا رفع معنويات المصريين بأنه اللي عم بيصير هو وضع مؤقت وأكيد الأصد منه هو تحذير الشعب من المجاعة القادمة وتانيا والأهم أنه الكلام اللي عم بيقوله مبني على موازنة الدولة والإجراءات اللي عبتأخذها الحكومة المصرية بعد انتعاش خزينتها بمليارات الدولارات زودت ميزانية التعليم والصحة بشكل كبير وبنسبة بتوصل لـ 50% تقريبا وهذا أكيد رح ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين وتاني قرار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين هو زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه مصري وهي واحدة من أكبر الزيادات بتاريخ مصر بنسبة توصل لـ 70% وغيرها من الإجراءات لتحسين جهودة حياة المواطنين مثل تدخل الحكومة بشكل أكبر بالأسواق للسيطرة على أسعار المواد الأساسية وهون بيجي السؤال الأهم واللي إجابته حتكون حصرية هون على اقتصاد أحموس ليش المواطن المصري ما حسبي تأثير إيجابي لهي القرارات أو خلينا نقول إنه التأثير كان محدود والأسعار بقيت على حاله ما عدا كم سلعة أساسية مثل الرز والسكر والعيش واللي انخفاضهم كان بسبب الرقابة وهذا السؤال اللي محير ملايين من المصريين خصوصا بعد تقرير نشرته مجلة socialist workers وصلت فيه الضوعة لأنه بسنة 2015 الطبقة الأشد فقرا بمصر كانت تصرف ربع دخلة على الغذاء بينما ب20-23 النسبة وصلت لـ 50% يعني نص مرتب الموظفين الأكثر فقرا بروح على الأكل ويشرب بس هاي لسه ما حكينا عن مصاريف السكان والتعليم والعلاج وغيرهم من أساسيات الحياة السبب الرئيسي بعدم إحساس المواطن بتحسن هو إنه حتى بعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه جزء كبير من المواطنين لسه رواتبهم أقل من هيك خصوصا بالمحافظات الأقل اتظاظا بالسكان واللي لحد الآن جزء كبير من الموظفين فيها بيتقاضى أقل من 3000 جنيه شهريا سبب هاي المعضلة هو إنه قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بيشمل الشركات والمحلات والمصانع الكبيرة يعني اللي بتمتلك سجل تجاري أو صناعي وبتدفع ضرايب وفي شرط لهالزيادة بيقول إنه الشركة بدي يكون عندها أكتر من 10 موظفين وهذا للأسف مفقود بالنسبة الأكبر من الأنشطة التجارية المصرية لهيك أغلب الموظفين لسه بتاخد مرتبات أقل ونقابات العمال حاليا عبتكافح لزيادة المرتبات وبعض النقابات قدرت إنه تتفاوض وتاخد حقوق العمال بينما غيرها لسه بتحاول طيب هل هاد معناه إنه الأزمة رح تستمر؟ وشو رح تعمل الحكومة أصلا لحتى تزود إيراداتها من العملات الأجنبية؟ لأنه إذا ما قدرت الحكومة تلاقي حل جذري للمشكلة رح ترجع مصر تدخل بدوامة نقص العملات بسبب عجز الميزان التجاري الحكومة المصرية عبتحاول تزود الإيرادات من العملات الأجنبية بكل الطرق الممكنة وهذا هو النهج الاقتصادي اللي رح تمشي عليه مصر خلال السنين الأربعة الجاية خصوصا بعد 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهذا اللي انعكس على إيرادات مصر من قناة السويس من جهة وأثر على إيرادات مصر من السياحة من جهة تانية لأنه السياح خايفين من تصاعد الحرب بالشرق الأوسط والسياحة وقناة السويس من أهم مصادر العملات الأجنبية بمصر لجانب تحويلات المصريين من الخارج وهذا المصدر انحرمت منه مصر كمان خلال السنة الماضية لهيك الحكومة المصرية حاليا من أهم أولوياتها الحفاظ على سعر صرف مارين لتقدر تجذب أكبر قدر من تحويلات المصريين بالخارج هاي غير الخدمات البنكية اللي عبتحاول توفرها ورح يتوفرها بالأشهر القادمة للمغتربين وبنفس الوقت عبتحاول الحكومة تمشي بخطتها لتتحول لمركز أقليمي للطاقة وحاليا فيه مفاوضات لإنشاء شبكة ربط كهربائي بين مصر واليونان واللي رح تبدأ بقدرة تشغيلية 3 جيجاوات واللي بيميز هاي الصفقة انه مصر رح تصدر طاقة نظيفة وهاد بيزود فرص مصر من توسيع صفقتها مع دول تانية جوا أوروبا مع زيادة الطلب على الطاقة النظيفة والأهم من هاد هو مشروع شراكة ضخمة مع السعودية وتفاصيل هاد المشروع لحد الآن ما لمعروفة بس الأكيد انه المشروع قيد النقاش وانه فيه خطوات فعلية بدأت هذا المشروع رح يربط مصر بخليج العقبة السعودي ورح يسهل حركة الملاحة البحرية بين السعودية ومصر للوهلة الاولى رح تحس انه المشروع فوائده الاقتصادية رح تكون قليلة بس الحقيقة انه المشروع متوقع يعمل ايرادات هائلة والسر بالتفاصيل السعودية هي اكبر محطة للعاملين المصريين بالخارج وفيه 3 مليون مصري تقريبا بيشتغلوا بالسعودية واغلب رحلاتهم من مصر للسعودية او العكس بتتم على الخطوط الجوية للسعودية لانه ارخص وهذا بيحرم مصر من ملايين الدولارات سنويا اما الطريق البحري فهو رح يكون ارخص من الطيران بمبلغ محترم وهذا اللي رح يجذب المغتربين للسفر عبر البحر الاهم من هاد انه السعودية هي الشريكة التجاري الاكبر لمصر وجزء الاكبر من الصادرات المصرية بيروح باتجاه السعودية وهذا المشروع رح يقلل من تكلفة الشحن وبالتالي يزود الصادرات المصرية للاسعودية هي غير انه المشروع رح يربط مصر مع دول تانية مثل اردن وفلسطين وهذا رح يزود عمق العلاقات الاقتصادية لمصر مع هاي الدول وفي خطة مصرية سعودية لزيادة السياحة المتبادلة بين البلدين وبعد المشروع متوقع عدد السياحة السعوديين لمصر يزيد باكتر من مليون سائح سنويا هي غير الوفود السياحية الاوروبية واللي بتحاول تزور اكبر عدد من دول الشرق الاوسط وبعد المشروع رح يتم طرح خطط سياحية بتتضمن زيارة مصر والسعودية والاردن بنفس الرحلة السياحية وهذه اللي رح يزود ايرادات مصر من السياحة على الرغم من انه المؤشرات كلها بتدل على التفاؤل الا انه تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين رح ياخد سنين على ما يكون تأثيره ملموس بس الخبر الحلو اول بشيء ما بعرف بصراحة انه منهم هو انه الاوضاع الاقتصادية للمواطنين حاليا وصلت للقاع واي تغير فيها بالاشهر والسنين القادمة رح يكون تغير ايجابي وحتى لو التحسن كان بطيء بس بيظل احسن من ازدياد الوضع سوء فهل برأيكم الحكومة المصرية رح تنجح بخططها لزيادة ايراداتها من العملات الاجنبية ولا الخطة المصرية هي خطة صعبة المنال والحكومة رح تضطر تلجأ للقروض او الاستثمارات الخليجية لتضمن استقرار اقتصادة مستني اقرأ اراءكم بالكومنت اذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب واتفعلوا زر الجرس مشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول